الضياع والمعمع اللذان رافقا إقرار قانون الإجارات يتكرران اليوم مع رد المجلس الدستوري الطعن المقدم من رئيس الجمهورية فالقانون الذي أحيل من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء في 8.04.2014 نشر في الجريدة الرسمية في 8.05.2014 أي قبل يوم من انقضاء مهلة الشهر المعطاط لرئيس الجمهورية للموافقة وإما لرد القانون أن رئيس الجمهورية إما بيصدر القانون وبيطلب نشره أو إذا لم يفعل يصبح بعد انقضاء مهلة شهر يصبح القانون واجب النشر حكما ونافذ فبالتالي طالما مهلة الاحتساب اللي هي الشهر احتصبت خطأا في النشر بالجريدة الرسمية نشر القانون في اليوم التسعة وعشرين مش بعد انقضاء مهلة التلاتين يوم اعتبر المجل الدستوري أنه هالقانون ليس نافذا كي ينظر فيه ما إذا كان دستوريا أو غير دستوري فبالتالي لذلك لم يكن المجل الدستوري مخولا أن ينظر في القانون المنشور خلافا للأصول أنه ما في اجتهاد بالعالم حول هالموضوع لأنه ما في دولة بتحترم نفسها ما تحتسب المهل وفق الأصول المنصوصة عليها في قانون أصول محكمات المدنية هذا خطأ يعني ما بيصير غير بدول مشلولة الرقابة والفعالية للأسف الشديد إن لم يعاد نشر القانون في الجريدة الرسمية يعتبر غير نافذ وكأنه لا يوجد قانون جديد للإيجارات الجريدة الرسمية بالنهية تابعة للأمان العامي لمجلس وزراء اللي عليها تحرك الموضوع تعيد نشر القانون بالجريدة الرسمية لأنه هلأ أكيد أطعى مهلة الشهر لا يوجد نقاش فينشر وفق الأصول هذه المرة فننتظر أن يوجد عشر نواب يطعنون في القانون المنشور وفق الأصول حتى ينظر فيه المجلس السوري مجددا وبحسب القانون مسألة النشر واجبة ولازمة وليست بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء بل تناطب الأمانة العامة للمجلس اشتركوا في القانون